تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رفع فيها أسماء آيات التهاني وصادق التبريكات لجلالته بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب جلمود ثلاثة أشاد معالي في برقيته بما تميز به التمرين من واقعية في التخطيط وما أظهره من كفاءة في التنفيذ الميداني في إطار عمل تعبوي مشترك مع قوات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤكدا معالي بأن هذه التمرين الاحترافية تمثل أفضل الفرص لتهيئة وأعداد القوات للعمل الميداني وفق إجراءات عمليات واضحة وبناء منظومة متكاملة من الأداء تخطيطا وتنفيذا استنادا إلى رؤى جلالته المستنيرة في تعزيز الأمن والاستقرار